أيضا من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمر طلعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاموا من خلال الفيديو كونفرنس بتدشين موقع إلكتروني جديد لإدارة مخلفات الرعاية الصحية وده من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمتابعة كميات المخلفات اللي بتخرج من كل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة وأكدت وزيرة البيئة أن الموقع بيعتبر إنجاز حكومي تعاونت فيه أكتر من وزارة للنهوض بمنظومة إدارة النفايات الطبية ووضح الدكتور عمر طلعة أن تدشين منصة رقمية لمخلفات الرعاية الصحية نموذج لتضافر الجهود بين قطاعات الدولة واللي بيجي في إطار قطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي